السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا وأحمد معكم من قناة منوعات تقنية ورجعنا لكم بفيديو جديد وأيضا جوال من الفئة الاقتصادية من شركة سامسونج ومعنا جوال الجالكسي A15 من الجيل الخامس طبعا فقط للتنويه الجوال بيأتي بعدة إصدارات واسعات تخزينية مختلفة الجوال اللي أنا حصلت عليه هو نسخة الولايات المتحدة الأمريكية بيجي 128 جيجا بالنسبة للذاكرة الداخلية وستة بالنسبة للرام ورح نعمل إن شاء الله فتح صندوق ومراجع شامل لهذا الجوال خلوكم معنا وخلونا نبدأ بالسعر والسعات التخزينية الجوال رح يأتي بسعاتين تخزينيتين 128 جيجا للذاكرة مع ستة ذاكرة عشوائية و256 جيجا بالنسبة للذاكرة العشوائية رح تكون 8 جيجا بايت أما بالنسبة للسعر 128 جيجا بايت رح تتوقع إنه يكون ما يعادل 200 دولار أما 250 جيجا رح يزيد 50 دولار رح يصل ل250 دولار حط عينك على السعر السعر قد يتغير مع الوقت ممكن أنت تحضر هذا الفيديو بوقت لاحق قد يكون السعر تغير فعشان هيك السعر قد لا يكون ثابت حسب طبعا المنطقة قد يفرق معاك السعر أيضا أيضا الجوال رح يأتي بأربع ألوان مختلفة الأصفر الأبيض والأسود الأزرق واللون السماوي النسخة رح تكون معي رح تكون الأسود أزرق ثم الآن خلينا نأخذ نظرة سريعة على مواصفات الجوال ابتداء في الشاشة اللي تم تطويرها من جوال الجالكسي A14 حاليا رح يكون عندنا شاشة شاشة OLED أو شاشة السوبر آملود اللي بتوفر إضاءة ممتازة جدا وألوان غنية جدا طبعا الشاشة رح يكون حجمها 6.5 الدقة رح تكون 1080p أما البيكسلات للإنجن واحد رح يكون عندنا 396 طبعا الشاشة رح تكون 19 على 9 بالنسبة لأبعادها الشاشة أنا بتوقع تكون كثير ممتازة وأداها رائع طبعا خلال هذا الفيديو إن شاء الله رح نتعمق في تفاصيل الشاشة أكثر وأكثر أما ما يخص نظام التشغيل فرح يكون عندنا أحدث نسخة من نظام الأندرويد اللي بتستخدمها سامسونج مع واجهة التطبيق المعدلة من سامسونج اللي رح تكون الOne UI الإصدار السادس اللي رح يحتوي على تحديثات كبيرة بالنسبة للأمان في الجوال وأيضا بعض الخصائص اللي رح تضيفها سامسونج على الجوال أيضا رح نتحدث عن هذا الشيء خلال هذا الفيديو أما ما يخص عداد الجوال رح يكون عندنا معالج متواضع من شركة ميديا تيك 6835 ديمنيستي 6100 زي ما حكيت يعتبر معالج متواضع نوعا ما لكن إن شاء الله رح نبيني لكل أداء لاحقا في هذا الفيديو لأنه الجوال بشكل عام عتاده يعتبر نوعا ما جيدا زي ما حكيت الذاكرة 128 مع 6 ذاكرة عشوائية بإمكانك إنك تزيد هاي الأرقام إذا حبيت تدفع زيادة ورح يكون عندنا أيضا مدخل لإدخال SD Card أو ذاكرة خارجية تصل إلى 1 تيرابايت ورح نفرجيكم إن شاء الله الأداء وأتكلم عنه لاحقا في هذا الفيديو طبعا ما يخص الكاميرا الرئيسية رح يكون عندنا ثلاث كاميرات الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 1.8 ورح يكون عندنا ألترا وايد وهو التصوير البعيد جدا 5 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل بالنسبة للتصوير القريب الماكرو أما الكاميرا الأمامية رح تكون 13 ميجابيكسل وايد مع تقريبا نصف ألترا وايد رح يكون متوفر مع تقنيات البورتريت سواء للكاميرا الخلفية والأمامية والسوبر سلو موشن و 2x زوم طبعا رح يكون عندنا أيضا ماكرو يعني الأشياء الأساسية رح تكون متوفرة في هذه الكاميرا لمعلومات أكثر شاء الله رح أعطيكو صور وعينات من الكاميرا أمام ما يخص البطارية رح يكون عندنا 5000 ميلي أمبير بالنسبة لبطارية تعتبر سعة جيدة نوعا ما والشحن سريع ليصل لغاية 25 واط أما خلينا نوقض النظرة الأولى ونعملكو أمباكس أيضا بشكل سريع جدا وزي ما تلاحظوا هذا هو شكل الجوال قد يختلف يمكن من بلد لبلد رح يكون شكله لكن بشكل عام الباكس صغير جدا وراح يبين لك شكل الجوال واسم الجوال والموديل تقريبا يعني كثير جودة التغليف تبع هذا الجوال ضعيف جدا برأيي الشخصي أيضا سامسونج عملت على أنه تستخدم مواد مصنعة كليتها من الورق صديقة إلى البيئة على أي حال خلينا نفتح الجوال ونشوفه مع بعض لأول مرة وأعطيكو انطباعي زي ما حكيت هذا هو اللون البلو بلاك الأزرق أسود لأنه ظهر الجوال رح يتموج بلونين الأزرق والأسود بنفس الوقت رح يعطي جمالية رهيبة جدا زي ما انتوا شايفين الجوال أيضا ملفوف بورق تقريبا ورق زبدة زي ما انتوا شايفين أيضا يعتبر صديق للبيئة طبعا بحكم أنك أنت صديق للبيئة سامسونج قررت ما تعطيك شاحن مع الجوال ورح نشوف هذا الإشي لاحقا لما نعمل على فتح الصندوق الآخر لكن نظرة على الجوال رح يكون ملمسه ناعم ألوانه بتتموج بصراحة الجوال شكله جميل جدا وأنيق برأي الشخصي وسامسونج غيرت شوي من التصميم الجالكسي A14 رح يكون عندنا طبعا تصنيع كامل من البلاستيك طبعا هون عندك المداخل المدخل الشريحة رح يكون عندنا كابسة التشغيل اللي فيها أيضا قارئ البصمة وطبعا أزرار الصوت وهذا الجوال بيجي فيه فتحة الهيتفون إذا بدك مع السي وسماعة واحدة رح تكون مونو للي بيسألني صوت الجوال رح يكون متواضع أيضا خلينا نشوف محتويات الجوال الأخرى اللي بتيجي مع الغلاف رح يكون عندنا سي لسي بنسبة إلى الكابل الشاحن فقط وبعض المانويل اللي ما فيه معلومات كثيرة واللي بتوقع أنه ما حدا بيقرأه طبعا أنا عملت على بحث أونلاين حتى إني أشوف إذا الجوال فيه مقاومة للمياه والغبار وإلى ما هناك من أمور لكن صراحة ما لقيت أي مصدر بيأكد من سامسونج أنه الجوال مقاومة للمياه وإلى الغبار ولو أنه أنا شخصيا أعتقد أنه الجوال مقاومة لرذات المياه فقط يعني ما بإمكانك أنك تحطه في مي رح أكيد يخرب لكن استحياطا لهذا الأمر أنا أنصح وبشدة أنك تبعده لأي مصدر من مصادر المياه والغبار وإلى ما هناك من أمور على إيتي حال رح أعمل على تشغيل الجوال وأمضي معه وقت طويل جدا ونرجع لكم إن شاء الله بتفاصيل أكثر فأخليكم معنا ولا تروحوا لبعيد طبعا بعد قضاء ووقت كافي مع هذا الجوال رح أبدأ من مراجعة في لغة التصميم وجودة التصنيع مما لا شك فيه إن وجودة التصنيع في هذا الجوال تعتبر ممتازة جدا صح إنه الجوال مصنع من البلاستيك لكن شعوره باليد أنيق جدا ويدل على جودة ممتازة جدا لهذا الجوال حقيقة ولو إنه أنا بشوف إنه نفس المشاكل اللي وقع فيها الجالكسي A14 جوال الخمستاش وأيضا وقع فيها لأنه بتحس إنه الجوال أيضا تخنه عالي جدا وبتحس أيضا الحواف حادي جدا بحيث إنه صعب جدا عليك إنك تمسكه بيدك بتحس إنه راح يوجعك فالأفضل إنك تشتري له جراب خاص فيه أما من نسبة للظاهر أنا حسيت أيضا إنه البصمات ما بتعلم عليه مظبوط وشكله أنيق جدا من ناحية التصميم جميل جدا لكن من ناحية عملية بتحس إنه الجوال ممكن يزعجك في المسكة باليد أيضا وجود البصمة على جنب الجوال بصراحة بحسه موقع منطقي جدا والبصمة بتشتغل بشكل ممتاز بدون أي مشاكل طبعا إذا ما بتحب البصمة إنها تكون على الجنب بإمكانك تشغل تقنية التعرف على الوجه وما عندك أي مشاكل أنا حاليا ما عندي أي مشاكل شوي شكله من الأمام بوجود النتش أزعجني الثخن الجوال شوي أزعجني لكن بشكل عام حسيت إنه الجوال مسقل وتصميمه أنيق جدا وعملي لكن بحبت إنك تشتري له جراب خاص حتى ما يزعجك بالمسكة في اليد وبانتقالنا إلى الحديث عن شاشة الجوال اللي بصراحة سامسونج عملت نقلة نوعية بين الـ 14 والـ 15 بشاشة سوبر آملود يعني الشاشة بتشتغل بتقنية الـ OLED اللي رح تكون ألوانها كثير قوية وخصوصا السطوع في هذا الجوال يعني مستوى السطوع أنا حاطه عن نصف تقريبا وحاسه عالي فما رح يواجهك مشاكل في السطوع حتى لو كنت بتستخدم الجوال خارج وفي إضاءة الشمس أيضا دقة الجوال اللي هي 1080p حسيتها ممتازة جدا بالنسبة لحجم الشاشة اللي هو 6.5 إنش رائعة الألوان حقيقية وغنية جدا وبصراحة أنا معجب كثير في الشاشة والتحسين اللي عملته سامسونج إذا أخذنا بعين اعتبار أنه هذا الجوال يعتبر من الفئة المتدنية في جوالات سامسونج ولا يعتبر سعره غالي لكن يمتلك شاشة صراحة أسطورية ممتازة جدا وأنا أحيي سامسونج على هذه النقلة في الشاشة أما ما يخص نظام التشغيل أندرويد 14 مسقل ممتاز جدا أداؤه أيضا واللي بزيد الروعة في هذا الجوال إنه سامسونج أيضا عملت على تحديث واجهة التطبيق لونيو آي السادس وهذا ممتاز جدا في رأي الشخصي ما لاحظت أي مشاكل بعض التعديدات إنه راح تشوف اللي هو عندك الإشعارات أو شريط الإشعارات راح يصير شفاف ومنظم بشكل أفضل جدا وحط لك إختصارات مفيدة جدا مع القابلية إنك أنت تعدل الأشياء اللي عليه طبعا بعض الأشياء اللي سامسونج أحطتها الشيء بيسموه المودز يعني على سبيل المثال إمكانك تختار مودز إنك تلعب رياضة مود للنوم مود للشغل وإمكانك تحط إيش بدك التليفون يعمل بالزبط خلال الفترة اللي أنت رأي عليها على سبيل المثال إذا كنت حطيت مودز النوم راح يعمل على إنه يحط الجوال صامت بحيث إنه إذا حد اتصل ما يزعجك وإنت بتكون عارف أي وقت بتنام يعني لك بعض الأمور الكثيرة بصراحة أنا ما بدي أطول لكن ممكن أعمل فيديو خاص عن جميع المزايا الموجودة في نظام التشغيل لكن التجربة بشكل عام كانت مسقلة ممتازة جدا ما حسيت إنه الجوال بيهنق بيعلق معي أو أي شيء من هذا القبيل فالتجربة صراحة كانت كثير ممتازة مع نظام التشغيل وبحديثي عن أداء العتاد في هذا الجوال واللي بصراحة أنا شخصيا ما لمست أي مشكلة من خلال الأداء حسيت إنه نظام التشغيل مع العتاد كثير في بيناتهم هارمني وبشتغلوا بأداء ممتاز جدا ولو أنه أنا بعتقد إنه المعالج لا يحتبر قوي جدا إذا خذنا على سبيل المثال وفتحنا الـ Geek Pinch 6 رح نشوف الرقم متواضع جدا ليس سيء لكن يعتبر متواضع وهذا لأنه الجوال متواضع وشيبست اللي موجودة عليه من ميديتك أيضا تعتبر متواضع لكن حقيقة مشان أكون أنا صادق معك 100% من خلال تجربتي كل الألعاب اللي أنا جربتهم ما لاحظت تهنيق ولا تعليق ولا حسيت بأي مشكلة في هذا الجوال ولا بأي شكل من الأشكال وأنا برأيي الشخصي قد يكون الموضوع بالنسبة لك نفس ما صار معي أنت بدك تلعب بعض الألعاب بدك سوشال ميديا بدك تصور فيديو فما أتوقع إنه الأداء يكون سيء جدا إذا خذنا سعر هذا الجوال في عين الاعتبار فبالنسبة لي أيضا الأداء يعتبر ممتاز بالنسبة لسعر الجوال وأداء المعالج البطارية ممكن واحدة من الأمور اللي أنا ما بحب أني أتحدث عنها في الجوال لأنه حاليا أنا اشتريت جوالي وكان جديد في حالة ممتازة البطارية في حالة ممتازة فتجربتي راح تعطيك إنه البطارية ممتازة لكن أنا من خلال تجربتي في جوالات سامسونج البطارية بعد سنة تقريبا أداءها بيصير كثير ضعيف فدخلنا معين الاعتبار الجوال كان جديد أعطاني 14 ساعة من استخدام كل يومين بشحنوا مرة فهذا رقم يعتبر ممتاز جدا 25 وات لا يعتبر أيضا يعني ممتاز لكن جيد ومقبول نوعا ما فإذا أخذنا أرقام كأفرج مشان إذا اشتريت الجوال وضاين معك أكثر من سنة بقدر أحكيه لك ممكن تتوقع من 9 إلى 10 ساعات شاشة تشغيل وكل يوم تقريبا يمكن قبل ما تروح عنه تضطر إنك تشحن الجوال ولو إنه ساعة البطارية لا تعتبر سيئة نوعا ما 5000 والشحن يعتبر أيضا نوعا ما مقبول وأخيرا ويسي آخرا أداء الكاميرا بالنسبة لكاميرات الظاهر راح يكون الأداء ممتاز إذا كان عندك إضاءة ممتازة ما راح يكون عندك أي مشكلة مع وجود شاشة تصوير عريض وهذا طبعا مرحب فيه أما إذا كنت تلتقي صور خلال الليل وكان عندك الإضاءة سيئة راح تشوف إنه فيه تشويش في الصور ما راح تحصل على أفضل أداء ممكن فحط بعين الاعتبار إنه جوال الأفضل وضعية إلو إنك تأخذ صور لم يكون في عندك إضاءة جيدة ولو إنه مش ضروري تكون إضاءة كتير قوية لكن جيدة نوعا ما راح تكون راضي جدا في أداء الجوال أما بالنسبة للزوم بيعطيك لغاية 2X بدون أي مشاكل لكن إذا رحت 10X راح الصورة يصير جودتها كثير سيئة صور بتصوير السيلفي الأمامي كان مقبول جدا ما لقيت أي مشكلة وجود تقريبا نصف ألترا وايت مع وجود بوتريت بحسن من جودت وشكل الصورة اللي هو البيوتي مود اللي حطيته سامسونج أيضا بإمكانك تلتقط فيديو سلو موشن على ما أعتقد 240 بالنسبة للف بي اس لا يعتبر قوي جدا لكن متوفر ويحتاج إضاءة كبيرة جدا نوعا ما مرضي يكون هذا الشيء موجود تقاط صور قريبة جدا ماكرو أيضا متوفرة في هذا الجوال واستخدام سلس لنظام الكاميرا برأي الشخصي اللي بتوفر على عناصر كثيرة زي ما أنتم شايفين حقيقة الأداء الكاميرا يعتبر مرضي نوعا ما لكن ليس الأفضل وهذا بالنسبة لسعر الجوال كلام معقول جدا أما بالنسبة لرأيه في جوال السامسونج غالكسي A15 يعتبر جوال نوعا ما مرضي إذا خذنا معنا الاعتبار أناقة شكله وجودة الشاشة والهارموني الموجود بين الإتاد ونظام التشغيل فهو نعم يعتبر جوال ممتاز جدا ويستحق الشراء ممكن تنتظر قليلا ممكن سعره ينزل شوي لكن هذا الشيء حقيقة أنا تركه إليك رأيي الشخصي وتجربتي المتواضع على هذا الجوال كان جوال ممتاز ومرضي نوعا ما نظرا إلى سعر الجوال لكن إذا أنت حصلت هذا الجوال وتفرجت هذا الفيديو بحب أسمع رأيك في خانة التعليقات وإيضا بإمكانك تعطيني إعجاب على هذا الفيديو إذا عجبك وحسيت أن المعلومات فائدتك وبإمكانك أيضا تشترك في القناة لأنه في عندنا فيديوهات أخرى كان معكم محمد والسلام عليكم اشتركوا في القناة